موسيقى موسيقى مساء الخير مشاهدينا مساءك خير يا اسما عسلامة بوثينا وأحلى عسلامة الأحلى مشاهد عودناه ديما بالجديد على قناة الحرة وبالتحديد في برنامج هنا طبعا بوثينا جديد معنا اليوم موضوع فيه فقرات متنوعة لكن الرابط ما بين كل الحلقات هي أنها تتعنى بمشاغل وقضايا المرأة العربية نعم موضوعنا الأول مشاهدينا سيكون في البداية عن ويقصد به طبعا الثقوب أو الخروم التخريم الذي تقوم به المرأة من أجل وضع حلي أو مجوهرات ولكن قبل أن نبدأ لنلقي نظرة سريعة على مضمون حلقتنا لهذا اليوم كيرسي نحل لكون عندك واحدة أو اثنين بركي واحدة بمنخاري بركي واحدة هون بركي واحدة بزاكرتي بس أكيد إذا عملت كالوجي سفيتي غير موضوعنا المرأة كثير أوقات تكون هي وعم تنمى عم بتحط كتير من جهدها ومن اهتماماتها بالعائلة والأشعر والحياة الغرمية والآخرية لأن هالأت كانت مهتمة أكتر بهالنواحي هول يمكن على عواد التاريخ يومياً تموت إمرأة بفعل هذا الإجهاد الغير المنظم وغير المراقب اطلقت لمواضيع المجتمع البيروت التقليدي المحافظة كثير بحبامة المواضيع تتعلق بالجنس والخمر وما إلى ذلك إذن شفتم معنا مختلف فقرات حلقة اليوم اللي تضوي ديما على جوانب مختلفة للمرأة العربية الجوانب الصحية الجمالية الاجتماعية وأيضا السياسية اللي تخوحظها ديما في برنامج هنا لكن خلينا نبدأ بالفقرة بوثينا الفقرة اللي ينتظرها الجميع وهي فقرة موضة هنا واللي نتحدث فيها عن الفيرسينج الفيرسينج طبعا ليس بموضة جديدة أو ترنت جديد لطالما مشاهدين اعتبرتها الشعوب كأحدى الطقوسة الاجتماعية ومنها انتقل الفرد إلى مرحلة سن البلوغ واليوم في أغلب المجتمعات العربية يمكن مشاهدة فتيات لجأنا إلى تخريم الجسد أو البرسينج في أكثر من مكان من الواجه ولأسباب مختلفة منها أنها حلي كباقي المجوهرات وهي أيضا وسيلة تعكس التمييز وإثبات الشخصية وتعتبر أيضا وسيلة للتعبير عن المعارضة للسلطة عند المراهقات تقرير ونتابع حسيت أنه شي مهضوم وحبيته أنا أنا حبيت أعمل شي جديد مش كثير ناس بيتشجعوا بيعملوها عم بلاقيها أنا مثل حلقة مثل الخاتم مثل أي إكسسوار ثاني وحلوة ولما بشيلها يعني إذا ما حبيت شي نهار حطة بشيلها خلص ما كأنه مش موجودة يعني أنه هي شغلة معلمة كتير صغيرة هي فيها شوي توجع مثل الأذن لما بنعملها شي سبوع وبعدين خلص وعورت جنبية لا ما فيه ما فيه أي شي بشيلها بخليها بغير بحط لون تاني بحط حلق مدور ما فيه أي مشكلة هي بشكل عام ملفتة للنظر في كتار بتلبقلون طبعاً حسب المكان بالوزج يعني أنا مش مع كل الأماكن بالوزج أنا بالنسبة للي بحس بالمنخار ناعمة وحلوة وما بتأثر أي شي يعني وما بتدايق بأي مكان إذن نرحب بضيفنا هادي بيضون الخبير في الوشم وتخريم الجسد مرحباً بك هاي هادي يعني تابعنا التقرير أنا شخصياً لما كنت صغيرة في مرحلة معينة خمس سنين ست سنين كنت أتخانق مع أمي أتهاوش معها إنه ليه خرمتي لإذني ما سألتيني وإن أنا صغيرة عرف فأنت الآن من خلال تخصصك في هالشي كيف ترصد لنا تطور هذا الموضوع تخريم الجسد متى تبدأ؟ كيف المراحل الصعود مراحل الهبوط؟ بتعرفوا هي الموضيع كلها اللي بتتعلق بكيف الإنسان بيعبر عن حاله بتنتج عن طريقة تفكيره عن الطريقة اللي بيتغير التفكير فيها بالعالم ككل يعني بأول التسعينات كان البيرسين بعدو شي جديد علينا إذا شفت بالتريفزيون حدا حاطت بيرسين باللسانه مثلاً صحي كان شوك أو حتى شفت بنت صدمة فعلاً؟ ايه طبعاً أنه بتوجع أو إيش أو الإنسان بوقت ما كان بيستنظرها أو بتشوفي بفيديو كليب بنت حطت بيرسينج ببطنة كمان كان شي مصير للإهتمام بوقتها وأكيد لأنه لأنه بعدو شي جديد هلا هي منها جديدة هي البييرسينج بترجع أياما لأيام الرومان الآن تعتبر هي موضة في عالمنا العربي برأيك؟ ايه بكل العالم هي مثل الحلقة بديني هي شي جمالي مقالة فونكشن أو استعمال لكن نحنا نستغرب هادي أنت قلت أنها مش موضة جديدة هي موضة كما قلت موجودة منذ العصور القديمة تغيب وتحذر لكن عليش اليوم بالذات نلاحظ أنها موضة في العالم العربي؟ عليش اليوم بالذات؟ العالم العربي يمكن لأنه مرأ بفترة طويلة كان نايم إذا تحبي يعني أنا فينا أحكي عن لبنان كان عنا حرب ما كان عنا هالإنفتاح كان عنا كثير أفكار الجيل يعني أهلي الجيل القديم يعني من أهلي بقبل أفكار متشبسين فيها أنه هيدا الصح وهيدا الغلط كل شي غير يلي هني بيعرفوه دغري بيروح بالغلط كلمتك تقول شعب كنا نيمين وكأنه اليوم صحينا كأني نستشف من كلمك أنه أنت مع تخريم الجسد بكل حرية يعني كأنه هذي صرعة من الصرعات البوزيتيف اللي يتجه نحوها الشباب أنت مع الصرعة هذي؟ أنا مع التفكير الحر ومع أنه الواحد يقدير يعبر عن حاله بحياله طريقة بحب يعني الميك أب هو نوع من الجمال الجمال يعني أو الضفير يعني كل شي أشي بتجمل الإنسان البيرسينج من ضمنه والتاتو من ضمنه وكله طريقة التعبير، اللبس طريقة التعبير أنا أفتكر هلأ الطريقة يلي بيلبسوا فيها البلد العربية غير الطريقة يلي كانوا ييلبسوا فيها بنفس البلد من عشر سنين لورا لأنه التفكير تغير طريقة التعبير صارت أريح صارت فيها حرية أكتر فعلا هذه بس البيرسين بيظل في بعض الأماكن مثير لش مأزاز بصراحة على الأقل عند بعض الأذواق بالذات لما يكون في أماكن غريبة إيش أهم الأماكن الغريبة اللي ممكن يمر عليك حالات تطلب ثقبها في جسم الإنسان؟ شو برأيك مكان غريب؟ لا أعلم، أنت أبو الحضرة في هذا الموضوع أنت أدري ما هو الغريب؟ يعني أماكن غير معتادة مثل أنت قبل ذكرت اللسان كان غير معتادة الآن ما هي الأماكن الغريبة الممكن للناس تطلب فيها؟ الآن لديك نوع بيرسين جديد اسمه درم البيرسين يعني أنك تضع الحلقة أين كان في الجسم نعم يمكنك تضعها هنا يمكنك تضعها برأبك شكل عشوائي يمكنك تضعها بأيديك نعم يمكنك تضعها أين تستحلي مثل نقطة صغيرة تلمع أين تحبها طبيعي الأذواق في الدنيا لا تتخلص وكل أحد عنده رأي والرأي يأثر على زوء لذلك يوجد لديك أشخاص يتحب ويوجد لديك أشخاص يتحب ويوجد لديك أشخاص يتحب نعم وهذا حال الدنيا لا يوجد كثير جميع نعم مثلنا بالتونس يقول كل كما تحب أما ألبس كما يحبوا الناس زادت حتى البيرسينج داخل في الكوتين يعني الجانب الاستيتيكي للشخص والمظهر متاعه كما قالت بوثينا نجم يثير الإشماء ينجم ينقذ كما تقوله باللبناني يفجع هكا يصير تخريب الجسد يظهل تخريب للجسد وقتا يصير الجسد لكله ثقوب يعني إيدين تحت الباط وثقوب الحاجب فما مبالغة والشيء إذا زاد عن حده ينقلب إلى ضده وتوافقني وإلا أحسيتك ليه لا لا أقلتك أكيد يعني كل شيء كل شيء تخيل نائس ما هي الأعمار التي تأتيك أكثر شيء للبييرسينج لاحظة هي البييرسينج جيدة يكون عندك واحدة أو اثنان أعرفت بركة واحدة بمن خارك بركة واحدة هنا تحت الشفة بركة واحدة بذكرت أعرفت أنه حلو شيء ملفت للنظر بس أكيد إذا عملتك لوجيك صفيت يعني غير موضوع وفين مؤلم أكثر الأماكن المؤلمة أكثر نعم الألم تبع البييرسينج ثانية وبيقولوا أنه الحلقة هي يعني الجولوري بتكون سوفينير السوفينير تبع الوجع تذكار 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 الوجع هو الوجع الأذيذ واجع الأذيذ لكن فما أماكن تختلف يعني فيها مقدار الوجع مثلا أنا في لندن عملت بيرسينج هوني ما وجعنيش بيرسينج اللي عملته فوق الأذن اللي هي المنطقة اللي مفيهاش لحمة فيها دخط صار لي إغماء يعني مش حتى وجع بركة صار لي إغماء فهوني يصير يظهر لي خطر يمكن للسكر طاح لي ولا فأكيد برشة عاشوا التجربة هذه وتخوف يعني هي بتسأل أسماء عن التبعات أو السلبيات أو الأعراض الجانبية أو المشاكل الجانبية الممكن تحصل من وراء البيرسينج البيرسينج إذا عندك مشاكل معقول يصير منه هو التهاب لوكال بالمنطقة نفسها التهاب محليا محليا يعني ممكن يفوت ميكروب لأنه بدأ وقت ثلاث ساعة يعمل انفكشن هوني ممكن بس منه هالشي اللي رح يوصلك على المستشفى الشيء بكل ريحة بتحطيله شوية الدواء وبصاح ما يخليش مكان السيكاتخيس يعني ما يخليش أنه رح يخلي نقطة أنه ما فيك تقطع بالحياة بلا ما يكون عندك سكاعل يظهر لي فهم مشكل أكبر إذا كان تعمل التخريم بمواد يعني آلة ما تكونش معاقمة هون يظهر لي نجموا ننتقلوا لمشكل أكبر وهو أكثر من الالتهابات أمراض خطيرة عدوى تصير صح هذه المشكلة مشكلة نظافة فيها تكون عند حكيم سنين مثلاً إذا ما كان معاقم ذات الأدوات بالطريقة الصحيحة نفس الشيء بالبيشينج عندك الإبرة يلي مفروض تستعمليها مرة وتكبيها عندك الملقط يلي بتمسك في الجلد يجب أن يتعقم نعم وفي متابعة ومن قبل جهات مختصة على ضمان سلامة وتعقيم الأدوات التي تستخدم هذه شغلة وزارة الصحة وكيف أنت كيف تقيم يلي للأسف ما عنيها هون بلبنان أنه تجي مثل بأوروبا وتكشوف أو تعطي ترخيص لمحلات معينة اللي يتأكدوا أنه عم بيشتغلوا بهذا الدمان بطريقة صحيحة ما عنيها هون هون بترجع لكل إنسان وضميره أو الطريقة الصحيحة اللي بيحب يشتغل فيها والأعمار أنا سألتك قبل شوية على السريعة إيش الأعمار اللي بتيجي عادة أنت عمل عندك عندك كل الأعمار من المراهقة للخمسينات الأغلبية مراهقة إيه عشرين عشرين رسالتهم واحدة ما في رسالة فيه يعني تحرر إيه وفيه واحد وحنا على قناة الحرة ندعم التحرر على كل حال يعطيك صحة هذه بيضون على حضورك معنا على أدلائك بجميع هذه المعلومات إن شاء الله طبعا كما أعطيتنا معلومات أيضا تتنور وتعطي معلومات للمراهقين اللي أحيانا يحاولوا يتجاوزوا أحدهم ومش فقط طبعا المراهقين يحاولوا يتجاوزوا أحدهم في هذا العالم عالم تخريب أو تخريب الجسد بعد الفاصل لمشاهدينا باش ننتقلوا من موضتهن إلى صحتهن ومن خلالها باش نتكلم عن متلازمة القلب المكسور أو نعم هذا المرض تتشابه أعراضه مشاهدينا مع أعراض الأزمة القلبية ويصاب به من يصادف حدث أليم كوفاة الحبيب أو شريك العمر تابعونا لمعرفة المزيد بعد الفاصل القلوب المكسورة مشاهدينا لا تقتصر على روايات الحب والغرام فقط بل توجد أيضا في طب القلب ويسمى هذا المرض مشاهدينا متلازمة القلب المكسور أو المفطور والغالبية الساحقة من المصابين هم من النساء المسنات على الرغم من أن أعراض هذا المرض شبيهة بالأزمة القلبية إلا أنه تبقى أقل خطورة بالتأكيد منها تقرير ونتابع متلازمة القلب المكسور هو انفجار هرموني الأدرينالين والدوبامين إثر صدمة نفسية ما يجعل القلب غير قادر على تحمل تدفقهما ومن الصعب التفريق بين عوارد متلازمة القلب المكسور والذبحة القلبية هذا المرض غالبا ما يصيب النساء والجدير بالذكر أن 90% من المريضات هن فوق 60 عاما غالبا بعد فقدانهن شريك حياتهن أو أحد الأقارب إن معدلات الوفاة جراء هذا المرض لا تتعدى الثلاثة في المئة وعلى الرغم من عدم توفر إمكانية حقيقية للوقاية غير أن العلاج النفسي ضروري لمعالجة القلق والتوتر رحب بكم ضيفاتنا معنا اليوم الدكتورة طبيبة القلب رانيا أبو شقة وأيضا المعالجة النفسية لارا تيان أهلا وسهلا بكم وخلينا نبدأ من البداية دكتورة كان تعطينا في المجمل أعراض متلازمة القلب المكسوري أو المفطور أولا أهلا بكم ولها نتكلم على المتلازمة دي فهي دايما بتيجي بعد أي مشكلة عاطفية بالذات للناس اللي هم بيتفاعلوا جدا مع الأمور ودائما مش بيفكروا بعقلهم ولكن عاطفتهم بتحكم فيهم ممكن بعد الانفصال الحبيب والحبيبة أو ممكن بعد الإنسان يفقد حد عزيز عليه والده أو والدته أو أحد أبنائه ممكن تيجي للناس بعد لو في حد في التجار خسر حصل له مشكلة أو ساب وظيفته أي مشكلة نفسية ممكن تقصر ماذا تكون مشكلة تستدعي أو تسترعي زيارة الطبيب أو ذهب المستشفى؟ لأن المشكلة نفسية دي بتبتدي تخلي الإنسان يصاب بإحباط وأكتئاب شديد وبالتالي بيبتدي الجسم يتفاعل مع الحالة النفسية ده هي أنه يبتدي هرمونات التوتر بتزيد اللي منها الأدرانين واللونور أدرانين والكورتيزون تبتدي تعمل الأعراض اللي المريض بيبتدي يشتكي بيها يعني يوجع جلبه كده يحس بانقباضات؟ يتدي يحس أن درابات قلبه بتزيد الضغط بيبتدي يتفع ممكن يبتدي يحصل لغبطة في درابات القلب تزيد يعني إحنا لو هنكلم على الجانب الطبي الجانب الطبي أن هرمونات التوتر تزيد تزود ضغط الدم نتيجة تقلصات في الأوعية الدموية ويبتدي يزيد نسبة الدهون في الدم وتبتدي تزيد لزوج الدم يبتدي كل الحاجات دي تعمل تفاعل داخل القلب ويبتدي الإنسان فعلا يجيله يعني أعراض زبحة ومشاكل حقيقية هذه الأعراض اللي نشعر بها يعني في الجسم والأعراض النفسية الدكتورة أو سيدة لارا الأرقام هون يتأكد أنه تسعة من عشرة أشخاص يصابون بمتلازمة القلب المكسور هن من النساء هل هذي عنده تفسير نفسي يعني الجانب النفسي هون يأخذ مكانه؟ الأرقام لا بعد ما لقوا تفسير بس يلي في يقوله هو أنه المرأة بتعبر عن عواطفها بطريقة مختلفة عن الرجل بقى المرأة شوي عاطفية من كل يعني من وقت لما بتخلق لما بتموت يعني عندها طريقة بتعبر فيها مختلفة عندها طريقة بتتعامل مع الآخرين بتإنفستمنت معين بتعمله بالآخرين يمكن بيأثر أكتر عليها يعني من هاله بالفعل فعليا المرأة أكثر عرضة للأزمات القلبية من الذكور بسبب العاطفة هذه اللي بتحكي عنها المختلفة طريقة التعبير مختلفة عاطفية طريقة التعبير مش معناتها هي معرضة أكتر من الذكور ولكن طريقتها بالتعبير مختلفة يعني منشوف المرأة لما بتفقد زوجة أو ابنة أو إلى آخره في كتير أوقات بيصير عندها يعني مثلا بتصرخي بتبكي يعني منشوف بالمجتمع بينما الرجل كتير أوقات منشوف أنه من هو وعم بيكبر من هو وعم بينما بيقولولو ما تبكي ما تعبر كون قوي وإلى آخره يعني طريقة التعبير هي اللي بتختلف بين المرأة والرجل هو حتى معروف أنه المرأة ديما شفافة ديما أليا ديما أضعف من الرجل في إحسازها أرهف مش دائما مش قصة لا مش قصة أضعف ولا مش أضعف قدما هي قصة طريقة يعني مثلا عم بعطي مثل الرجل كتير بكتير أوقات بيكون عنده اهتمامات كتير كبيرة بشغله يعني بشغله بالزبار طبعه وإلى آخره المرأة كتير أوقات بتكون هي وعم تنمى عم بتحط كتير من جهدها ومن اهتماماتها بالعائلة والأشعار والحياة الغرامية وإلى آخره من هالناحي هذا فينا نقول يمكن أنه هي لأنها الأب كانت مهتمة أكتر بهالنواحي هول يمكن عندها عوادت دكتور رانيا طيب كيف نفرج بين ذبحة قلبية أو متلازمة القلب المكسور أو المفتور؟ هو متلازمة القلب المكسور دي فيها يعني جانبين الجانب اللي هو فعلا بيحصل دي في شرعين القلب نتيجة الحاجات اللي احنا قلنا لها كلها الهرمونات وزيادة الدهون فبيبتدي بالفحوصات نلاقي فعلا إن فيه ضيء في شرعين القلب وبيحتاج علاج للزبحة الصدرية اللي بتيجي لأي حد وفيه جانب آخر ده كان باحث ياباني سنة 1991 اكتشف الجانب دوت إن هو الناس اللي هو بيجي لهم بروكن هارس سندروم بيجي لهم ضعف شديد جدا في عضلة القلب ده بيبين بالفحوصات بالرسم القلب والموجات الصوتية وهي نفس الأعواض بتاعت الزبحة ولكن لما بيبعتهم بيعملوا أسطار تشخصية على شرعين القلب وجد إن شرعين القلب بتاعتهم سليمة تماماً الناس دي وانس الإفنت أو الحدث اللي هو السيء يعني يتغير أو قدوا يتغلبوا عليه عادة القلب بترجع سليمة في خلال أسبوعين تماماً من غير عليه طيب كيف إذن هنا نسأل لارا كيف العلاج كيف تعالج المفطورين القلب أو مفطورات القلب بمأنهم أكثر هو اللي كتير مهم نعرفه أنه عادة العوارض الجسم يعني أول شغلة بيتحرك بالإنسان هو جسمه يعني من هو وطفل بيبلش يبكي بيصير من عارف مثلاً أنه بده يأكل مدية وإلى آخر هي بقى أول شي بعبر عن انزعاج عند الإنسان أو حتى عن فرح هو ملمح الجسم من هيك كتير مهم أنه نقدر نخلي هالشخص يحكي يعبر بالحكة من خلال الحكة عن مشاعر لحتى شوي شوي يبطل بس الجسم الراكز الأساسي يلي هو عم يعبر عن صعبة الفراء مثلاً بالموضوع اللي نحنا عم نحكي عنه بقى كتير مهم من خلال العلاج نحكي أكيد العلاج ما بيختصر بالحكة ولكن الحكة لا يتجزأ من العلاج من بين الأرقام أيضاً اللي سمعناها في التقرير 90% من السيدات اللي يصابون بمتلازمة القلب المفتور هما فوق سن 60 علش العمر هذا اللي هو أيضاً حساس يعني فوق 60 تصير المرأة أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض ولا بصراحة علمياً ما في دراسات يعني رح أعطيك رأية لإلي ولكن ما في دراسات موسوقة بتعبر عن هالشي بس عادة من فوق الستين غير إنه المرأة بتكون مرأة جزء معين من حياتها صار لورا بصير عندها صعوبة إنها تقدر تنفس لا تشاهد حالة للأمام بقى لما نكون عندها فئدين هالقدة مهمة بحياتها ممكن هيدا الشي يعمل أثر كثير كبير وينعكز كقابة كثير مهمة ما عم بتقدر تعبر عنها أو ما فيها تقدر تشتغل إنه تتعامل معها مرت عليها بلاوة تكون في ستين فقدت أغلب ما المحيطين فيها تكون يعني منا بالهين أكيد واحد بهالعمر هيدا يحس إنه هلقد في عنده صعوبة إنه يواجه الحياة للأمام يعني نعم دكتور رانيا نفس السؤال لكن من ناحية طبية كيف تجاوبين عليه يعني يعني شمعنا النساء فوق ستين أكثر عرضة ولي دايماً أمعاد القلب يعني احتمالياتها بتزيد مع السن زائد إن مع السن بيكون الإنسانة حتى طبيعي عرضة لأمراض القلب أكتر ولو عنده الريسك فاكتورز أو الحاجات يعني الأعراض اللي بتخليه عرضة أكتر يعني السن زائد إن هي بتكون دايماً وحيدة يعني في سن ستين بيكون أولادها ممكن بعيدة عنها فبتبقى دايماً وحيدة أي يعني مشكلة عاطفية أو أي يعني يعني موشن السترس بيخليها على طول يبان المشكلة هي ممكن يكون عندها يعني مشاكل في القلب ولكن غا هي مش حاسة بيها أو نحسوا من كلامك دكتورة إنه من عرش كنت لحفت معي أبوثينا وقتها نسأله الدكتورة المختصة في العضل يمكنه في الجانب الجسدي تكلمنا على الجانب النفسي والعكس يعني وقت الناس ألوك عن الجانب النفسي ندخله للجانب الجسدي هل هوني علاج هذه الأمراض لازم يكون موجود فيها الدكتور النفسي وأيضا الدكتور أمراض القلب حتى نتمكن من تجاوز المشكلة هذه والله طبعاً لو إحنا بنتكلم على بوكن هارس سندروم لأنه هو جزء منه يعني جزء كبير يعني نفسي وإحنا بنتكلم أنه هو مش بس على القلب على كل أعضاء الجسم الإحباط والإكتئاب بيبتدي يطلع الهرموز نحن قلنا عليها ستريس هرموز بتأثر على القلب وعلى يعني أجزاء كثيرة جداً من الجسم يعني من أكثر المشاكل اللين هو بيزود احتمالية الإصابة بالكانسر الإحباط والإكتئاب من أكثر الأسباب يعني والحالة النفسية للمريض نحن أنه علاجه أيضاً نفس علاج الإكتئاب أو كيف؟ كيف الوقاية؟ كيف العلاج؟ ولا يبصي حياتك دائماً دائماً إحنا يعني هو اللي بننصح به الناس أن الناس ما يبقاش يعني تفاعلاتها زيادة أو العاطف عندها هي اللي بتحكمها تماماً الإنسان دائماً يبقى بينه وبين نفسه فيه حوار وأنه يحاول يعني يتكلم في المشكلة ويجد حلول ويعني يحاول يغير ستايل حياته ويعمل الإكتئاب والإعابيكس على فكرة من حيات المفيدة جداً نفسياً نفسياً، نفسياً، العلاج كيف يتم؟ العلاج كيف يتم؟ العلاج يتم أول شيء كل واحد يعبر بطريقته كانت عم بتقول شيء كثير مهم بالنسبة للعلاقة بين الطبيب والسيكولوجيست هو كثير أوقات نحن لما بيجي لعنا حالة يا كقابة يا عوارد قلبية أو كل العوارد الممكن تخطر بالجسم كثير مهم أنه نتأكد أول شيء أنه على الصعيد الجسدي يعني على الصعيد الطبي ما في شيء هذا أول شهر وإذا في شيء بدي يكون فيه تنسيق مع الحكيم لأن العلاج لسيك يعني الشخص إنسان متكامل يعني أنا أعالجه بالطريقة النفسية وهي راح تعالجه على الصعيد الجسد الفيسيولوجي واللي هنه مش دايماً نقدر نجزقهم كثير مهم العلاج كيف بيتم العلاج من خلال جلسات أول شيء لازم الشخص يكون واعي أنه مشكلته مش بس عضوية لأنه نحنا كمانا بالشارع أنا يعني بشوف كثير بالحلوبات اللي عندهن ما كتير منعطي أهمية للشي النفسي يعني منفكر أنه مثلا موجوعة من راسي موجوعة من هيدا منوح عند الطبيب ومنفكر أنه ميشي الحال حب الدواء وبيمشي الحال ومنلاحظ أنه الشي اسمه الأزمة مش عم تمرق بقى العلاج النفسي أو شي بدي كون الشخص كتير مقتنع أنه بديه يعمل عالاج نفسي وبيده يقطع عند المعالجة النفسية لارتيان أشكر وجودك معنا اليوم كذلك لكي جزيل الشكر رانيا أبو شكا طبيبة القلب وما فينا غير نقول ندعو لي المشاهدين بجبر الخواطر وبعد الفاصل سنناقش سياستهن موضوع عمليات الإجهاد السرية في المغرب ودراسات بوثينا تتحدث عن 600 إلى 800 امرأة تجهض بالسر يوميا والأخصائيون يطالبون برفع مستوى التوعية الجنسية وإعادة النظر بقانون الإجهاد خليكم معنا مشاهدين لا زال موضوع الإجهاد في المغرب من المحرمات التي تؤرق منظمات المجتمع المدني لسيما مع تخطيه بحسب بعض الدراسات عتبت 800 حالة وركزوا معي هنا مشاهدين 800 حالة يوميا لكن طبعا بوثينا الأرقام هذه منجموش نتأكد من مدى دقتها نظرا لسرية هذه العمليات لكنها تطرح أسئلة كثيرة حول سلامة هذه العمليات الطبية والنفسية وأيضا عن دور القانون وغياب التوعية الجنسية الكافية مشاهدين خلينا مع التقرير ونتابع تتخطى عمليات الإجهاد في المغرب عتبت 800 حالة يوميا 3% فقط من هذه الحالات تأخذ شكلا قانونيا بحسب الجمعية المغربية لمحاربة الإجهاد السري ونظرا لسرية هذه الحالات تبقى الأرقام والمعطيات غير دقيقة بشكل كاف ويعاقب القانون المغربي كل من قام بفعل إجهاد أو حرض عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وفقا لقانون عام 67 وعلى الرغم من تشدد هذه القوانين يبقى ارتفاع نسبة الإجهاد في المغرب واقعا مخيفا في بلد يقارب عدد سكانه 32 مليون نسمة نرحب بضيفتنا الناشطة الحقوقية ورئيسة بيت الحكمة من المغرب أستاذة خديجة رويسي مرحبا بك مرحبا أول شيء تعليقك على ما ورد في التقرير من نسب مهولة في الإجهاد تحصل في المغرب لا أعتقد أن تقارن بها أي دولة أخرى من الصعب أن نقول بأن هذه الأرقام لا تقارن مع دول أخرى خصوصا إذا قارننا إذا تكلنا على المنطقة المغاربية والشرق الأوسط لأن المغرب عرف انفتاحا منذ 1990 وعرف منذ مجيء الملك محمد السادس إلى سدة الحكم انفتاحا أكبر مكن من إطلاق دينامية مهمة للنقاش والحوار حول مواضيع المجتمع المغربي منها الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في الماضي ولكن كذلك كل قضايا المرتبطة بأوضاع وحقوق المرأة أنت إذا تشيرين هنا سيدتي إلى أن المغرب متميز في أنه يكشف عن هذه الحالات الغير لا يكشف بالفعل الكشف عن هذه القضايا مهم مهم جدا هناك كما جاء في التقرير 800 حالة إجهاض يوميا 200 منها تتم 600 تتم تحت إشراف طبي ولكن بشكل سري و200 تتم خارج أي تغطية صحية وهنا نضع مشكل القوانين التي تنظم الإجهاض في المغرب عندما نقارن البلدان التي تمنع الإجهاض هناك 330 حالة وفاة بالنسبة لـ 100 ألف في البلدان التي لا تبيح الإجهاض مقابل 0.2 و 1.2 في 100 ألف في 54 بلد يبيح الإجهاض ترين أن الحالات الوفيات تنخفض عندما يتم تنظيم وإباحة الإجهاض لكن أستاذة الحجم الكبير من 600 إلى 800 حالة يوميا ما هو دلالته إجتماعيا؟ أولا أن نذكر بأن يوميا تموت إمرأة بفعل هذا الإجهاض الغير المنظم وغير المراقب ولكن على المستوى الإجتماعي هناك منهاء النساء وخاصة المئتين اللواتي يلجأنا إلى الإجهاض السري وليس هناك إشارات طبي هناك نساء الفقيرات من أوضاع اجتماعية فقيرة والمقاربات الدولية عندما نقارن المستوى الدولي نجد مثلا أن نسبة الإجهاض في فرنسا أكبر نسبة لا توجد في باريز ولكن توجد في إيل دي فرانس وفي القيان يعني في أمريكا نجد النسبة الكبيرة وسط السود والإسبان يعني النسبة الفقيرة التي لا تحصل كيف نحمي هذه السيدات في هذه الفئات أو الطبقات الفقيرة؟ أولا المغرب عرف منذ 1954 تخطيط عائلي وبدأ هذا التخطيط بشكل جيد منذ 1962 1962 كانت المرأة تريد سبعة أطفال 2008 أصبحت المرأة تريد من طفلين إلى ثلاثة هناك تخطيط عائلي هناك 67% من النساء يلجأنا إلى وسائل منع الحمل ولكن ليش بسكل مستمر ليش نعرف بأن عدد كبير من النساء التي يلجأنا إلى الإجاب متزوجات يمكن لأنه فهم غياب للتوعية الجنسية التي لا تدخلش صعب أنها تدخل المنازل وتدخل المدارس حتى تواعي أطفالنا منهما في سنة صغيرة هذه الخطورة هو غياب هذه التوعية الجنسية هذه التربية الجنسية التي يجب أن تكون في الأسرة يجب أن تكون عن طريق وسائل الإعلام من المناجة التربوية أيضا بالفعل وأن تكون داخل المدرسة لأن من النساء اللواتي نجدون في هذه الوضعية خادمات البيوت الصغيرات يقعنا في الغالب في هذه الأوضاع التلميذات الصغيرات يعني العمر يعني الأعمار التي نجدها هي بين 15 سنة و35 سنة وليس النساء اللواتي يضطرن بعد ذلك لأن يصبحنا في دوائر الضعارة أو دوائر الظلام نعم لدينا في المغرب جمعية التخطيط العائلي لدينا أيضا بيت الحكمة التي ترأسينه ما هو دور المجتمع المدني في المغرب لمساندة مثل هذه الحالات ولماذا هو غائب أيضا هناك حضور قوي للمجتمع البدني هناك عمل الدراسات هذه أصلا هناك رابطة ديمقراطية للنساء في المغرب هي فدرالية للنساء في المغرب التي تقوم بأبحاث وتقوم باتصالات وتقوم بحوار غمومي حول الموضوع تم عقد ندوة في مارس من السنة الفارطة من طرف الجمعية المغربية للتخطيط العائلة حول الموضوع أصبح الموضوع موضوع اهتمام نعم داخل المجتمع المغربي ولكن ما زال هناك محافظين ومحافظون لا يريدون أن يكون هذا الموضوع موضوع نقاش وهناك مشروع حوار حول مشروع قانون يقدم إلى البرلمان بالضبط ذكرنا نسألو عن القانون المغربي اللي يعطل حل هذا المشكل وقت اللي يجرم الإجهاض وقت نجرمه يظهر لي هون يلازم النواب في البرلمان يتحركوا ويطالبوا بتشريع قانون زعم فما أمل ولا الأمل ضئيل يجب أن نضع نصب عيننا بأن بتنظيم الإجهاض في المغرب سنحمي حياة نساء تنظيم إجهاض يعني تشريع قانون تشريع قانون وفي نفس الوقت سنحمي النساء لأن عندما تصبح المرأة مضطرة للحمل بشكل إجباري تعيش موت اجتماعي بعد لأنها تطرد من بيت الأبوين وتصبح معرضة فيما بعد إلى الفساد ومعرضة للضياع وهنا في المغرب نتكلم عن الموت الاجتماعي للمرأة التي تضطر مخالفة لكل القوانين الدولية لحقوق الإنسان مضطرة لأن تصبح أما قد يكون الحمل نتيجة زين المحارم وهناك اليوم نقاش حول هذا الموضوع يكون الحمل نتيجة اغتصاب وقد يكون الحمل لأنها خادمة صغيرة في أحد البيوت واعتدى عليها الرجال المتوجفين فيها هناك أيضا سيدات غير متزوجات ممكن أنها تتعرض إلى عملية الحمل بسبب مثلا سوء فهمها أو وعيها لموانع الحمل أو غيره في ضوء هذا القانون وفي ظل النظرة الدنيا الاجتماعية كيف ممكن هذه المرأة تلجأ لأنها من حقها علاج في النهاية سليم كيف ممكن أن نحميها لا تذهب إلى ارتكبت خطأ بس يعرف المجتمع ولكن ليس معنى هذا أنها لا تتلقى علاج سليم وتتعرض لأمراض أو عدوات بالفعل لأن هناك من جراء الإجهاد النساء يصبحنا عاقرات لأن الإجهاد لم يتم في أوضاع طبية سليمة قد تتعرض للموت هناك جمعيات في المغرب تهتم بالنساء وتقدم لهم المساعدات ولكن هذا دور الدولة الدولة المغربية يجب أن تهتم بهذا الموضوع وأن تكون عندها استراتيجية وطنية لحماية حياة النساء ولتستطيع كل النساء أن يلجأنا إلى الضب عندما نتكلمتنا عن فرنسا في 1942 كان الإجهاد يعرض من أجهد إلى الإعدام ولكن هناك كانت حركة نسائية قوية كانت جزيل حليمي وسيمون دوبوفوار وفيما بعد ذاي الذين قاموا بتحركات كبيرة لفرض تغيير النظرة لهذا الموضوع وموضوع الإجهاد وأظن بأن على المستوى المغربي وعلى المستوى الشرق الأوسط يجب أن تتحرك النساء لحماية النساء من هذه الأوضاع لأن هؤلاء في أغلبهن فقيرات لا يجب أن يصبح الإجهاد طريقة لتحديد النسل هذا غير مقبول ولكن يجب أن نقوم بدون أي طابوات بالتكلم عن التربية الجنسية أيضا جهود تشجيع موانع الحمل سواء في داخل إطار الزوجية أو خارج إطار الزوجية كيف هي في المغربي؟ كل جهود توعوية في هذا الإطار؟ لا ليست هناك جهود توعوية بالنسبة لأن هذه المتزوجات ونحن نعرف بأن سن الزوج في المغربي رغم أنهن عرضة بالفعل يعني في المغرب في 1962 كان سن الزوج هو 17 سنة الآن أصبح سن الزوج هو 28 سنة لا أحد يمكن أن يضمن بأن السلوك الجنسي للنساء والرجال يعني غير موجود قبل الزواج إذا هذا معطاء معطاء الواقع ويجب أن نأخذه بعين الاعتبار سمحني في سؤالي أنا نستغرب بوقت اللي نلقى الشعب كما الشعب المغربي نقاه واعي بأمور غلط موجودة في شعبه ويقول يجب أن نفعل ويجب أن نفعل لكن يقدم تقارير ويقدم أرقام من غير ما يبادر ما هو اللي ماسك المنظمات وماسك الناس اللي في البرلمان أنها تنص القانون يعني مثلاً علش مش بكرة يبدأ القانون ولا بكرة تبدأ المبادرة لما؟ لأن عندما أردنا أن نغير مدونة الحوال الشخصية لقينا صعوبات ومواجهات من محافظين لا يهمهم حياة البشر أكثر ما يهمهم استعمال الدين لتحقيق أهداف سياسية استعمال الدين بشكل خاطئ استعمال الدين هذا واقع وما أنزلناك إلا رحمة للعالمين يعني يعني وهنا يجب أن نذهب إلى مقاصد الشريعة الرحمة والعدل يجب أن نعرف بأن النساء يتعرضنا كذلك لكل أشكال يعني النساء يقومنا بالإجهاض في ظروف سرية وخطيرة جداً وحتى على المستوى المادي يعني يجب هذا يطلب تضحيات كبيرة لأن الأطباء هناك بعض الأطباء أملنا الذين يستغلون هذه الأرض طبعاً أملنا كبير في التحرك من المرأة الأولى تتحرك إن شاء الله والمنظمات النسائية حتى نصل لحل فعال وفاعل لهذا المشكل شكراً لك سيدة إختيجة رويسي على حضورك معنا اليوم ومشاهدينا بشن مرتوى إلى فاصل وبعد فقرة إضاءات نستقبل خلالها سيدة لينا كريدية الكاتبة الروائية اللبنانية ومديرة دار النهضة العربية للنشر ستخبرنا لينا عن قصتها وعن روايتها خليكم معنا مرحباً مرحباً مشاهدينا عدنا لكم مجدداً وفي فقرة إضاءات معنا اليوم لينا كريدية وهي التي ورثت دار النهضة العربية للنشر عن والدها لأنها أخذت هذه الدار وطورتها من ناحيتي الإدارة والإنتاج لينا أيضاً كاتبة رواية أصدرت مؤخراً كتابها خان زادا الذي أثار جدلاً عند البيارتة في لبنان نتحدث إلى لينا كريدية لكن بعد هذا التقرير في خان زادا الرواية الأولى الصادرة عن دار الأداب قامت لينا بوصف مدينتها بيروت بالطريقة التي تراها روايتي هي رواية الأولى صل السنين طويلة بكتبها بعدين قررت أن أتحلى بالشجاعة الكافية أني أكتب عن بيتي فأنا كنت عدت شرائح الأحباط وكيف نحن هلأ صرنا تقلصت أحلامنا كلما بنكبر بالعمر بنقلص أحلامنا الرواية بتحكي عن نحن بمحلات بالعالم بنكبر وتتقلص أحلامها ومنرضى ومننام ومنقول غداً يوم آخر لينا كريديي امرأة عربية بامتياز هي قدوة لكثيرين غيرها من أهل المجال نرحب بوجودك معنا لينا كريديا مساء الخير وبتعرف أنت لينا أنه الإنسان دائماً ما يجيد الفشل في شيء على الأقل طيب وتجربة الطلاق التي مررت بها في حياتك الشخصية قد ينظر لها البعض أنه فشل في الحب في المقابل نجد لينا ناجحة جداً في حياتها العملية هل هذا يعزز هل هذا يعزز أن فكرة تداولة بأن المرأة إذا فشلت في الحب نجحت في العمل أو العكس؟ أنه ليش لا أنا بيحقل الإنسان يفشل بشي بحياته بعدين الحياة هي الرحلة ليش بدنا نحنا دائماً نوقف على محل واحد ممكن التعويض يكون بيهنياً ممكن يكون على صعب تاني بس مش إنسان ممكن مفترض أن يتوفق في كل الأشي بحياته أنا حدا بكثير ببساطة أنا حدا ممكن نكون ناجحة بشي بحياته ممكن المعادلة الأخرى اللي هي الزواج أو الحب أو الغرام أو أن أسس عائلة ما نجحت فيها لأنه يمكن لم يوجد هذا الرجل الشجاع الذي يتقبل لنا يمكن أنا حبي للحرية أو أي حدا مننا هذه الحرية ممكن تمنعه من تأسيس عائلة بس نحن بدنا نكون واضحين مع نفسنا وتجاه حالنا ونتقبل نتقبل خساراتنا ونجاحاتنا أنه يمكن تمن هالحرية إنه ما يكون عندنا عيلة ممكن هالعيلة وطفل وعليش نعتبرها يا لينة خسارة أو فشل أنا بالنسبة لألوش نعتبر نجاح أنا مش نعتبر طلاق فشل طلاق نجاح أنا ممكن ما توفقت قلنا يمكن هذا الرجل ما أجل رجل شجاع يستوعبك ليش الغلط منك ليش الغلط من الآخر أنه ما نوجد هذا الإنسان الذي يستوعب هذا الكيان بكل تعقيداته وقوته أو شجاعة وإقدامت أن تقول لي وشجاعة أنه حدا أمر ناجحة مثلا ما تلحضرتك يمكن أنت حدا كتير ناجح وتطلع على التلفزيون يمكن ما تلاقي هذا الرجل اللي يتقبلك أنه أنت مرة جميلة وناجحة ليش لا بنفس هالنفس خليك معي يا لينة جاوبني على سؤالي روايتك خان زادة اللي أحدثت بلبلة وشوشرة واللي من خلالها أنت تقوم بانتقاد العادات البيروتية وكانت تقول لنا شنوه اللي ما عجبكش في العادات البيروتية لا 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 الموضوع كتير أبسط من هك أنا لأنه أول حدا بيروتي حقيقي من قلب هذه العاصمة بيحكي عن خصال هذه العاصمة وهي بيروت مثل أي عاصمة أخرى في العالم يعني لا تختلف عن أي عاصمة ففي دايما صفات لأهل هذه المدن وجهت الضوء عليها هلأ زعجت لي بيرتي الله غالب بس أنا كذبت حقيقة من مجتمع أنا عايشي منه وعايشي فيه وخلقاني فيه وربياني منه أنا مش جاي من قرية أو من مكان آخر يتوافق البيروتيين أو أهل بيروت في موضوع العادات أو الخصال السيئة أجمالا يعني أهم أو عطينا مثلا نحن نحن ما نحكي عن أهل بيروت أكثر إلى أهل البدن أنهم هن الجماعة بيدهم مسكي يعني بخلة مشكلة المدن أكثرية أهل المدن أنا في بكفية كلها كرم بكفية قرية ما عاصمة نحن نحن نحكي عن عواصف الدول دايماً أهل المدن لأنهم يتعطون بالتجارة وبيتعطون كثير مع الغربة لأنهم أكثر حرصا وأقل كرما من هدول فأنا طرحت مواضيع كثير بسيطة بس إنه أكيد محبوة غير البخل أعطينا حاجة أخرى اطرقت لمواضيع المجتمع البيروت التقليدي المحافظة بحبة مثل المواضيع تتعلق بالجنس والخمر وما إلى ذلك فكمجتمع لا يحبه كثير أنه ينحك لما أنك ألقيت الضوء على مواضيع حساسة هل برأيك لو كتب خانزادة رجل كان بشي يتلقى وسيهاجم بنفس الطريقة ولا كانوا خليوها على راحته هو حيتهاجم حيتهاجم نحن ما فينا نقول رجل ومرأة بس ممكن حساسية المرأة تحكي بين محلات معينة تتعلق بالمرأة بحساسية أكتر بسي الكتابة رجل أو مرأة ومجرد أنك ما تصلت هذا الضوء حيزعله الجماعة يعني أنت نعتبره على نفسنا أنا إذا حدا أنت أدني كان رجل أو مرأة حينزعج نعم يعني أنا أيضا لفت نظري بصيرتك لما نشرت الكتاب اخترتي دار نشر أخرى رغم أنك ورثتي دار نشر عن والدك وأنت الآمرة النهية فيه لأنك اخترت دار الأداب لنشر كتابك نحن دار النهضة العربية حقيقة هي أنا وأخواتي فيها يعني فيه مديرتان وأنا بتشكرهم كتير لأنه أني الدعم كله أنا يمكن أكتر في الواجهة بس هن الفارستان اللي في الخلف واقفين انشرت به دار الأداب لأنه نحن كدار نحن من الستينات متأسسة هذا الدار على الكتب الأكاديمية وبعد فترة أنا لما استلمت الدار بعدها بخمس سنين عملنا شيء اسمه مشروع شعري يتعلق بالشعر بقصيدة النتر على مستوى العالم العربي دار النهضة ما بتنشر رواية ولما أنا بدي أنشر رواية رحت عن دار كتير عنده مقيس صعبة حقيقة أنا تقبر رواية طيب طيب لينا لكن قبل ما يدهمنا الوقت نحب نترق لرواية أنت اليوم بصدد كتابتها ولم تعانونيها بعد لكن يقتلني الفضول ونعرف فيش قاعدة تكتب اليوم فكرت أنه أنا هديك المرة كتبت عن شيء بتعلق ببيئتي بتعلم على هموم الإنسان اللي متعلم ومثقف ومرتاح اللي هي هموم تتعلق بقوميته بمشاكل كبيرة يعني خصوصا مشاكل المرأة بالخمسين على صعيد حدا مستوى اجتماعي وثقافي عالي تقيل عليه أمور القومية بتاعته العالم العربي كل هالأشياء حتى الأشياء الصغيرة تتعلق بالحب هالمرة حبيت أخذ تجارب حدا آخر مختلف جدا عن الناس اللي أنا بيشبهوني أو مثلي أو الشريحة اللي مثلي أو أبناء المدن أو هيدولي عم بيأخذ هموم النساء البسيطات جدا المعنفات اللي عندهم ثلاثية البقس الفقر البشاعة وكونهم امرأة في عالم شوي ينظر بتميز بين الرجل والمرأة فهالمرة حبيت أخذ عين تاني اكتب فيه عن رواي وإن شاء الله هي هي بتعيش المرأة هذه حالة البقس ما فهمت أو لأنها مرأة فهي بالتأكيد هي مرأة عندها ثلاثية البقس السيد العظيمة بالعالم أنه هي امرأة عندها عنصرية لأنها سودة وفقيرة وقبيحة وهي دولي بالنسبة لحدا تقريبا فيكن تقوله دمار شامل فهذه المرأة شو ما شاعرها هذا هي ما تشعر بها أكيد لأنه سوء فيهم جميلات ما شاء الله لا لا ما عم بحكي عم بحكي عن حدا الكيس تبعيته كتير صعب هذه المرأة ماذا تشعر كيف بتواجهها المجتمع نعم وين موجودة؟ البعض بعد بكيري عليها شوي هذه الفكرة الأساسية بس أنه أكيد فيها كتير تفاصيل إن شاء الله إن شاء الله هالسنة بإذن الله بالـ 2011 تنزل إن شاء الله إن شاء الله يا ربي طبعا بالتوفيق ولينا قبل ما نختم أنت صاحبة مشروع شاعر ينشر لأول مرة أخبريني عن هذا المشروع هذا مشروع ضمن المشروع الثقافي بتعلق بدار النهضة بعد خمس سنين الحمد لله نجحنا في تأسيس سمعة جيدة بهذا الموضوع وإطلقنا مشروع الشعر القصيدة النتر في العالم العربي حبينا نشجع الشباب اللي بينشوا لأول مرة فأكيدة أدمأجانا كميات من الدوابين أخذنا هالموضوع على عتقه لبيت الشعر المغربي اللي هو حيأخذ تقييم هذه الدوابين وإن شاء الله في خلال معرض كازابلنكا للكتاب أو يوم الشعر العالمي في شهر ثلاثة سيتم إعلان النتائج عبارة بتصور عن ست دواوين لشعراء جدد ينشر لأول مرة ونحب نشجعهم ونشر لهم على مستوى العالم العربي ونعرف العالم عليهم بتصور أكترية الناجحين في هذا المشروع هم مغاربة ومصريين اللي نجح معكم شاركوا معكم من الخليج الحصة الكبيرة للمغرب العربي ما شاركوا معكم من الخليج من الشام للأسف ما أجانا كثير من الخليج دعوة هذي دعوة فدعوة اللي بحب بعض المشروع قائم شاعر للمرة الأولى ياراتب يرسلون عدار النهضة ونحن منشجع أي موهبة حقيقية وجديدة أي أبداع من العالم العربي من أين ما كان من الخليج إلى المحيط ونحن نحيي أيضا وجود أقامات نسائية مبتعة ملهمة مثل حضرتك أستاذة لينا شكرا لوجودك معنا اليوم شكرا لكم لينا كريدية كانت معنا مشاهدين هي روائية لبنانية وأيضا صاحبة دار النهضة للنشر النهضة العربية هنا أتلحرة.com هو وسيلتكم للتواصل معنا رسلونا وتواصلوا معنا بأي اقتراحات شكرا لكم وإلى اللقاء شكرا لكم